بعد أقل من أربعة أيام من قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية لتظاهرة احتجاجية تطالب برفع العقوبات عن الفلسطينيين في غزة قمعت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في القطاع تظاهرة مماثلة أقامها حراك ارفع العقوبات ومجموعة من الأسرى المحررين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة في أقل من أسبوع يقمع الحراك الشعبي الفلسطيني المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام ولمرتين الأولى من قبل الأجهزة الأمنية في رمالة الأربعاء الماضي على دوار المنارة والثانية من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في ساحة السرايا في قطاع غزة ومع هذا القمع الجنوني هنا وهناك تتشابه الأداء الرادعة للتظاهر السلمي فيما ثارت ثائرة الشارع الفلسطيني الرفض للقمع والإجراءات العقابية والانقسام من الواضح أن هناك قرار سياسي بقمع المتظاهرين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من قبل النظام القائم فيهما ولذلك لم نرى أي من المتحدثين في النظام السياسي الفلسطيني لإدانة أو للحديث عن ما جرى ازدياد حدة الاحتقان الشعبي في مواجهة السلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة وعدم القبول بتبريرات النظام الحاكم في الضفة الغربية والنظام الحاكم في قطاع غزة لما جرى أو قد يجري هذا الأمر قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع الداخلية الفلسطينية وفق المحللين فإنما جرى من قمع مقصود وصل بالحالة الداخلية إلى مكان لا يمكن الرجوع عنه خصوصا في ظل المرحلة الحرجة التي تعيشها القضية الفلسطينية على الصعيد العام في ظل اقتراب صفقة القرن المشؤومة الهادفة لتصفيتها مع ذلك فإن مناصري السلطة الفلسطينية وحركة فتح يطالبون الحراك بدعوة حماس لإنهاء الانقسام أو ما يسمونه بالانقلاب أما أنصار حماس فيطالبون الحراك بالتظاهر ضد السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وضد وقف الرواتب سجلت لها عدة انتهاكات في هذه الاعتداءات منها أن الاعتداء كان من قبل الأفراد بالزي المدني كان هناك استخدام مفرط القوة واستخدام الغاز ومسيل الدموع لا تتصرف الأجهزة الأمنية ضمن المعايير والموثيق الدولية الهاية ندين كل الاعتداء سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة على المدنيين في التجامعة السلمية في الضفة الغربية سلطة تحمل مسؤولية أكثر من على الرغم أن هناك مسؤولية كما ينتقى على الأجهزة الأمنية التي تابعة على حركة حماس أو في قطاع غزة لكن هناك دولة وفي قانون وفي حكومة وفي إجراءات يجب أن الانتزام بها في ظل الاحتقان الكبير في الأجواء يقف البعض عند لوم السلطة الفلسطينية التي تمثل دولة وقعت على معاهدات وقوانين دولية لنبذ العنف والسماح بحرية الرأي والتعبير وهو برأيهم ما جعل الاحتجاجات ضد قمع حراك رمالة أكثر حدة مما فعلته حماس وأجهزتها الأمنية بحق تظاهرة غزة من مدينة رمالة المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا